أعزائي المشاهدين يعطيكم العافية أنا علاء درويش واليوم رح ناخد درس جديد من سلسلة UI UX Design طيب مثل ما لكم شايفين درس اليوم قصير جدا ولكن ممتع ومفيد للغاية رح نحكي فيه عن Repeat Grade أو التكرار الشبكي خلونا ناخد مثال سريع إحنا إذا رحنا على المتصفح وفتحنا اليوتيوب بتلاحظوا فيه عنا عدة صور لفيديوهات ومزغرات على محازاة واحدة وكل ما نزلنا بنشوف نفس المحازات بالمناسبة لكم البوست يلي ناشره استاذ نور يلي مش مشترك بقناة الاستاذ نور حمصي يشترك قناته رائعة جدا المهم فبتلاحظوا هل الشبكة أو هاي الشبكية والمحازات اللي فيها فكيف تم التصميم لهذا التكرار الشبكي بهذه المحازاة وهذه الانسيابية هادي اللي رح نعرفه بدرس اليوم خلونا نروح على Adobe XD لنفرض نحن صممنا هذه الواجهة ليوتيوب وحبينا نعمل هذا التكرار الشبكي فمثلا أنا باخد عندي هذا الفيديو وهم بالأسفل Primary Text وال Secondary Text طيب هل أنا لحتى أعمل هالتكرار الشبكي لازم أعمل duplicate أو نسخ لصق أو أضغط زر Alt مع Shift وأسحب بهذه الطريقة وأكرر كذلك العملية Alt مع Shift وأسحب بهذا الشكل أكيد هاي الطريقة متعبة ففي عنا ميزة اسمة الRepeat Grade لنفرض أنت عملت أي شيب أو أي شكل ولنفرض هذا الشكل ببساطة أنت ومختار Select Tool تضغط على العنصر فبتشوف بالOption Panel فتحط لك عدة اختيارات شايفين الRepeat Grade بنعمل عليها Click واحد يعني نقرة واحدة فبنشوف تغير عندي شكل الفريم صار لونه أخضر وفي عندي Hand من هون وهند من هون أو مقابل ببساطة أنا بدي الGrade يبدأ من هون للتكرار الأفقي بمسك الHand عندي من هذا الطرف وبسحب بهذا الشكل شايفين بضل عامل Hold بالماوس بClick يسار وبسحب على أسحب مليون grade العدد عندي لا نهائي ولكن أنا بدي الGrade ينتهي هون تمام هلأ للتكرار العمودي بمسك المقبض يلي بالأسفل وبسحب بهذا الشكل شايفين طيب فرضا أنا بعد ما عملت الRepeat Grade أو التكرار الشبكي بدي أشيل مثلا صورة أو فيديو لأنه إذا حركتهم رح يتحركوا مع بعض فشو بعمل برجع أنا ومختارهم أو عامل عليهم Select بروح على Option Panel في عندي Ungroup Grade بضغط عليها فتحولت عندي لعبارة عن Group فيه العديد من الأشكال ببساطة بعمل Click يمين وبختار Ungroup لحتى أشيلهم من المجموعة وهيك فيني أتحكم بالعنصر يلي بدي إياه وبالشكل يلي بدي إياه طيب فيه ميزة تانية للRepeat Grade أنا على فرض بدي أعمل تباعد أفقي أو عامودي يعني بحيث يكون هذا المربع أبعد من هذا المربع أو المربعات في بينها مسافة أكبر سواء بالطول أو بالعرض فكيف بعمل هذا الشيء؟ ببساطة خلونا بس نخفي Grade واحد تمام هيك؟ لما بتجي على الفراغ بين التكرار بتشوف طلع لك عمود باللون الماجنتا تضغط عليه وفيك تحرك بهذا الشكل يمين أو يسار فبيعملك تباعد انتبهتوا كيف؟ إذا بدنا نعمل التباعد عامودي ببساطة بنحرك الماوس للطرف العامودي وبنضغط Click يسار بنعمل عليها Hold وبنعمل التباعد متل ما بدنا وهي الميزة مفيدة جدا وخاصة بأدوبي XD وما صارت بأي برنامج آخر يعني أنا على فرض بدي أعمل مليون Grade خلاص بعمل Click شايفين عدد لا نهائي بقدر بعمل العدد يلي بدي أياه وكذلك الأمر بقدر بعمل تباعد يلي بدي أياه عندي قدرة تحكم كاملة وإذا ضغطنا زر Alt ونحنا عم نعمل تباعد بيعطيك Snap إذا ملاحظين عند الخطوط يلي باللون الماجنتا عليها أرقام بيعطيك المسافات بين المحازات وهي متل ما أنا شفت ومتل ما أغلبكم راح يشوف أنه من أروع الميزات في برامج أدوبي وبس لهون بيكون انتهى درس اليوم ولكن إذا بتمنحوني سواني قليلة لحتى أحكي شوي بالنسبة لسلسلة UIUX سلسلة متعبة جداً بتمنى يا رب اتقدروا الجهد المبزول فيها أنا بعرف أغلبكم مقدر التعب ومقدر الضغط الهائل يلي بيصير عليه بين سلسلة UIUX أو سلسلة الفوتوشوب أو السلاسل يلي عم أعملها ولكن إذا كل شخص منكم شاف الفيديو عمل لايك أو عبر عن رأيه بكومنت أو عمل شير أكيد ما راح يخسر شيء بالعكس راح يربح راح يربح أنه راح يشجعني لحتى أقدم أكتر ولحتى هو يتعلم أكتر وكمان راح أترك لكم بالوصف دروس مخترحة ورح أترك لكم روابط حساباتي على الفيسبوك أنستجرام وبيهانس ورح أترك لكم رابط مجموعة المصمم الأول مجموعة على الفيسبوك مفيدة جداً للمصممين وبس بعتذر على الإطالة كان معكم علاء درويش ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة